هذا الفقرة سعين دكتور بمناسبة اليوم العالمي مكافحة مرض الصل يوثق نهار اليوم من كل عام ماذا كاليش حابينا لفتة للمرض هذه مرض الصل خاصة في تونس احنا لو كنا نشوف معناها الاحصائيات نلقاوا معناها انو حمدوله تونس كانت سباقة من دول الاخرين انها بيش تكافحوا اكيد للمرض هذية لكن ما فيها بيس نهار اليوم على القال نسلحوا برشا ما فيه نزيدوا نتعرفوا اكثر على المرض هذية بش نكونوا هكا واعين اكثر ونحسسوا الناس كيفاش تتجنب بالاصابة بالمرض هذية خاصة العدوى كيفاش تنتقل ونشوفوا نرجعوا كل عادة للأسباب متاع الاصابة بالمرض هذية نعرفوا المرض صل هو ظهر عنده الاف في السنوات ومن اكثر الامراض المتسبة في الموت هذية حسب معطيات اكيد منظمة الصحة العالمية احنا في تونس عنا برنامج وطني المكافحة الصل يبدأ على الميدان عام 1959 هدف الاساسي متاعه هو انه يقلص من عدد الاصابات والوفيات ويقطع انتقال المرض اكيد والعدوى واكيد يعمل على الكشف المبكر عن الحالات ومعالجة مستمرة يقدوا تابعوا حتى المريض حتى للشفاء بحضينا اليوم دكتورة سونيا معالج استاذة في امراض الرئة وكتب عمل جمعية تونسية لامراض الصدرية والحزنسية بش نحكيه معها اكثر عن الموضوع صباح النور بحضي خيم والناس بحضي مرحبا دكتورة وحنا عنا البرنامج الوطني مكافحة الصل في تونس هل ما زلنا نحكيه اليوم على مرض الصل في بلادنا ايه ما زلنا نحكيه مرض الصل ما زل هو مرض وباء في تونس معناتها عنا منتشر الى ابيديميك اذا عليش تصير له كل واحد يمرض بالصل يجب ان تصير له ديكلاراشون يجب ان نحن معليه كما بعض الامراض اخرى كما الكيست المائي مثلا عليش مهم يأثر ان نحن معليه باش نتبعوا في اكتب ما نسبة المرض هذا في بلادنا وخاصة باش نقوموا بالتقصي للناس اللي خلطت المريض هذي وسناء اليوم العالمي اللي سل هو يوم عنده خاصية معنا لانه عنده ميزة متاعه خاطر عنا مئة سناء من اللي اكتشفنا الفاكسان البسي جي اللي نعرفوها الناس اللي كنا عملوها احنا صغيرات دكار على وقيته لد الصغير الفاكسان هذه اللي هي مكنتنا باش نقضيه على معظم الحالات الاختيرة بتاع مرض الصل طوى الحمد لله الفاكسان هذه مكنتنا باش ظلام باش نقلصوا من الحالات الاختيرة ودي الفاكسان كي ما طوى نفتحو قصص صغير الفاكسان بتاع الكوفيد اللي هي الوسيلة الوحيدة باش نحميه الوحن باش نقضيه على الوباء هذي دكتورة لقحت انت لقحت الحمد لله عندي طوى عشر ايام اللي لقحت مش حتى أعراض خلينا نطعب الناس خليم يسجلوا على الحمد لله حتى البقعتها موجعدنيش حمد لله حتى البعض الزمالي اللي تقلقوا شوي حاجة بسيطة 24 ساعة شوية اي فاكسان مالحمد لله نو كنا نشجع الناس وكل باش نتلقح على خاطر التلقيح كلك سوى التلقيح كوفيد هو الحاجة الوحيدة اللي يحمينا يخلينا ننوقف كل ما انتا اي وبي بي الصل في تونس مرض يصيب الرئاتين وينجرم حتى اعضاء اخرى من الجسم ها باش تفاصل لنا انتو اي الو هو دجا مرض السل هو مرض يجبنا نعرف هو مرض جورثومي نتج عن بكتيريا اسمها الباسيل دوكوكا اسم الشخص اللي يكشفها اول مرة وهو مرض معدي الو العدوة خاصة تصير عن طريق التنفس ذك عليش اكثر عضو يتمس هو الرئاتين دوك مريض اللي يمرض بالمرض السل وقت اللي يتكلم وقت اللي يكح يخرج هكا القطارات حتى الرذيذ ذك هو ذك الرذيذ والا اللي الانسان اللي يقعد بحضيه دوك وقت اللي بيش يتلقاه باش يتعداه بالبكتيريا هذية ما فماش كان العدوة عن طريق جهاز التنفس صرا وفم العدوة زادة طرق اخرى عن طريق جهاز الهضمي كي ناكلوا باريزامبل نشربوا لحليب ولا مش تقاط لحليب وتكون لحليب مش مغلي ومش معقب هنا مثلا كيما القوتا والرايب وقت اللي ناخدوهم من أماكن اللي مش متأكدين أنه صار تعقيم لحليب خطار فاندي صحيحي تغلى لحليب ما نزيدوه لحليب بدنا دوك ذيك لحليب معنا ياسر مرضى صلف القارم تانا دونك فما اختار كبير أنه انسان يتعداب البكتيريا هذية وقت اللي تناول لحليب ومشتقات ومش معقب يظهر لي هذي أهم السبب اللي هو الحالات اللي عنا في تونس تقريبا كل عام عنا 29 حالة اجتدة على 100 ألف سيكن يظهر لي أكثر الحالات لكل السبب بمتاحها هو أنهم يخذوا في الحليب ومشتقات واللي ما هو شو معقم ويخذوا من بلايس هذي نسبة برضى سل الكل معناتها فهمت العرق معناتها الأعضاء الكل 29 في المئة موات سيكن أما صحيح التوبركيلوز مثلا العقد اللنفوية اللي هي نيتشا أكثر على نوع البكتيريا اللي موجودة في الحليب ومشتقات ومشمع القيمين اللي عن نسبة متاحها كثرة برشة في تونس وهذا صارت دراسة وأثبتنها أنه فهم علاقة مع الأبقار متاعنا ذيك علاج باش نحدهم من الحاجات اللي باش نعملوهم باش نحدم المرضى ذي أنه وقت اللي طبيب البيت اللي يجي للفلاح يقولوا وراهوا البقرة متاعك مريضة بالسل ويزمك تذبحها يزمو يذبحها مش يبيحها دك علاش باش ما يبقر هذيك ما تعديش غيرها دك ولا طوى سألتني انت على العضاء اللي تتمس دونك قلنا احنا الحالة اللي من نوع المرضى السل اللي يعدي هو اللي يمس الرئتين مثل غودة المياه ولا أكثر لا هما أي جس أي عضو في البدن ينجم يتمس مرضى السل العينين الجلد اللي تتصوروا في بالك النجم يتمس ما أكثر أعضاء يتمسوا هما الرئتين ومبعج غودة المياه رئتين يعدي الأعضاء الأخرين ما يعديوش دك ما يعديوش آما التقصي يزمو دي ما يسير في العائلة وكل عليش خاتي نجم يكون هناك شخص دائما شخص آخر عنده سل الرئتين فهمت إذن يلزم دي ما يسير التقصي حتى كان النوعة السل اللي عمله ما يعديش الأعراض هنا فما أعراض نلقاهم كالكسوة العضو اللي تمس مثلا تمس خانا كما الفشلة كما الشيئة الميكلة تنقص الإنسان يضعف يعرق خستان يعرق في الليل ينسيق ساعات ما نلقاهم مش الكل مع تحت نجم عالمة ولا أثنين وموجودين وفما عالمات أخرين على حسب العضو اللي تمس مثلا سل العقد اللنفوية بشت إذن يحسب ورسيسات في ربط ولا في دبوت ولا في أميك الأخرى وإلا بالنسبة للجهاز التنفس اللي هو أكثر ما عنده عضو يتمس بالسل هو يعمل كحة تبدأ كحة شيحة أو حتى بالبلغم تقعد تقلق وتقعد ما توفيش حالي حتى يأخذ دوية انتيبيوتيك وكل ما تنحاش دي هنقول كل كحة تدوم أكثر من 15 يوم وما عنده تفسير واضح يزيبنا نخمه في مرض السل ونعمله كالتسوير على راديو التوراكس مش نتأكشل دي بين سيو نجم تدوم مع الكحة ضيق في التنفس وجيعة في الزد هنا معنات هذا بالنسبة لأعضاء الأخرين كل عضو عنده بينسيخ العالمات المتعام هذوما تقريبا العالمات الرئيسية اللي يظهروا مهما ما كان يصل في عضو من أعضاء الجسم نحكي عن هو مرضي مس كل شرائح العمورية لكن شكوهم أكثر الأشخاص المعارضين الإصابة بالمرض هذين باش يتعرضوا للمرض هذية على خاطره فات أنت هو ينجم إنسان يكون سليم ما عنده حتى مرض مزمن مثلا ما عنده حتى مشكل يستفي باش يقعد في مكان مغلق مع الشخص يكون عنده سل الرئتين فمتخص هو اللي يعدي سل الرئتين فمتف يتعرض الكمية كبيرة مثال البكتيريا فيتعد وينجم يعمل المرض في مقتل الحالات نلقعوا أشخاص اللي عندهم عوامل تسهل أنه الإنسان يعمل المرض تقدي أما لا تعمل المرض بدنك يقاوم من الأشخاص هذو هما اللي عندهم مثلا مرض السكري مثلا قصور الكيلة فمتف اللي عندهم زادة اللي يخذوا في الدويات تنقص المناع فمتف كما هذو الكورتيكويد فمتف مشكل اللي احنا عنا في تونس مثلا أمراض كما مرض الربو مرض الربو نغم الموت دوي متاعه كورتيكويد فشفشت برش عباد تخاف من الفشفشة ما تحبش تخذها ولا حتى ما تحبش العباد تعرف اللي هي عند مرض الربو مزل متابو في عنا في المجتمع بتاعنا فييخذوا الكورتيكويد زرار أقوال حرابش وهذا يتسبب في تنقيص المناع بتاعهم فيعرضهم للأمراض الجرثومية الكل كما الكوفيد زيادة اللي عملوا الدوائد هذو ما يأخذوا كورتيكويد سيفة مستمرة وكينجموا يمرضوا بالكوفيد كيف كيف يمرضوا بالمرض ما تسر كيف كيف المدخنين مدخنين وإلا اللي يشربوا زيادة الكحول بطريقة يعني تمنطمة هذو ما جهاز المناع بتاعهم يكون ضعيف وكيف كيف هما عرض أكثر من غير والمدخنين زيادة فيهم مشكل أنه المدخنين كلهم يكح دكت وهو تسل الرئتين يعطينا الكحة دونك المدخن وقت يبدأ يكح مستنس هو بالكحة هذي كفاء ما يجيش يعدي فيسا وجيني غالما يجينا في حالة متقدمة من المرض اللي ساعة نلقوا حتى صعوبة باش نعاونوهم مية في المية نحكي وحنا جبدنا بك شوية للفاكسن نحكي على التلقيح حمتها على الصل اللي هو أكيد موجود في تونس عنده سنوات توا الناس اللي تبدأ ملقح دي ما يقولك لأنا ملقح ومع يا شخص مصاب لما نتعدل شمح مية في المية الوكسن هنا كيما الوكسن متع الكوفيد فمش حاجة مية في المية تحمينا من الحالات الاختيرة فمتها كيما قلت قبل كانت تموت بالتوبركيلوز والحمد لله معنات واللي عندهم مشكلة أخرى سنو ما عادش مرض يقتل تيبركيلوز كي يجين إنسان بكري ويأخذ الدواء ويحترم الدواء متاعه دونك يبرع ومعنده حتى مشكلة دونك تيبركي الفاكسن بسجي تحمينا أننا ما نعملوش حالة تختيرة كيما الكوفيد يحمينا الفاكسن تحمينا باش ما نعملوش حالة تختيرة يجبنا ديما ردوا بينا نعملوش حالة تختيرة من نجمو نقرب نحكيوا على أهمية التقاسي المباكر خلينا نقول للناس لو على قدمة فيق بكري بالمرض الصل على قدمة يكون العلاج بعد أسهل برشا ومم وشفاء ممكن برشا وحتى على العلاج رفما متابعة نعملو نذكروا الناس اللي رفما متابعة في المستشفيات نتقعد حتى للشفاء التامة أي أحنا في تونس العلاج مجاني وتقاسي مجاني معتها في المستشفيات العمومية دوك الانسان حتى كنا رقد في السبيتارة وكل شي بلايش ولو قعد مدة الدواء خاطر مدة الدواء دوما حسب العضو من 6 شهر حتى 13 شهر وصاعد حتى أكثر شوية دوك المدة هذي كرتونكو ياخذ في الدواء نعطيهم كرني سبيسيال روز والأبيض والأصفر ويجي يستظهر بالكرني هذيك ويعمل كل شي بلايش بهكيك حتى نتهنيهم 100% أنه برام المرض هذي والناس اللي تعدي في القطاع الخاص بلا في القطاع الخاص بشي خلصت بيبو الفيزيت أما الدواء مش ياخذوا بلاش مش مش ياخذوا من فارماسي دو فير مش ياخذوا من المستوصف فما مستوصفات خاصة للتوبركيلوس فيها يصير التقاسي فيها يصير نعطيه الدواء مجاني للمريض اللي عده في القطاع العام ولا في القطاع الخاص وهذا بتدخطة مشي مش هيد فيها دولة تونسية بيهي برشا على خاطر يمكننا بش نتبعو خاطر كي تعدى هو بالمستوصف يصير إعلام عليه الدكلاراسيون كي تصير الدكلاراسيون تبعو الإحصائيات متاع المرض هذي في بلادنا وكيف يخلينا نعملو كالتقسي في المحيط اللي عايش فيه المريض وهذي حاجة بيهي برشا بش نحدو من المرض هذي دكتورا اليوم معناها بإمكاني علاج مرض الصل كي ما حكيتين إذا كان فقنا على بكري اللي يمرض بالصل وتعافى لبس يقول لك هل فما إمكانيا عاود يرجع لي معناها المرض مرة أخرى أي هو نغم الماء كي يكمل الدواء ويحترم المدة ويحترم الدوزم بتاع الدواء قدر تربي لبس أما فما عوامل تخلي الإنسان ينجمي عاود يمرض كيما فما أمراض كيما مرض السكري بأيزامل ولا نقص المناعة في البدن دونك هذا كي ينجمي خليه يعاود يمرض مرة أخرى وكيف كيف كي يتعرض للجرثومة بطريقة بكمية كبيرة ينجمي يعاود يمرض دونك الريسك أنه ينجمي يعاود يمرض موجود وهذا خاصة في العوامل اللي قلت عليهم أنا من نغم الماء الإنسان اللي يكمل دواء بالكداء قدر تربي لبس معناتها العدوى دونك أنه يعاود يمرض مرة أخرى مش كبيرة برس ضعيفة معناه النسبة ضعيفة دكتورة فينيان حابين أهم التوصيات للناس اللي تتبع فينا سيبعهم مرضى قبل وتعافى وإلا الناس حتى اللي يفعي عنهم في العائلة يكون كان مرضى قبل بالصل نجم وشنو نقدمو لهم معناه التوصيات النصائح النصائح أول حاجة نقول يجب الإنسان يحس عنده قلق أي قلق يبشر الطبيب وهذا لاحظ نهراه في الكوفيد العام هذي العامين اللي احنا في الكوفيد الحالات اللي يجيونا حالات متقدمة على سنين لأخرين حتى الناس كل خايفة ما تحبش تمشي للطبيب مشيوش راوب مش حتى كان المستوصفات والمستشفات حتى القطاع الخاص معناه المريض يقعد في دار وماذا به التليفون ما يمشي بشر يجيونا معناه شفنا حالات متقدمة برابور على قبل الكوفيد اي قاق كلمت يجيو يزم تمشي على خاطر قد ما تتشخص المرض على بك قد ما تكون نجاة الدواء الحاجة الثانية وقت اللي المستوصف يكلم العائلة المحيط اللي عايش على المريض يزم يجيو ويعمل التقاسي هذا مهم خاطر كان انت يداوي المريض اللي قدامك وفما شكون في العائلة مريض ما اخذيش الدواء فبش يعود يومرض والمنج مش نقضي وعلى المرض في العائلة هذيك الحاجة الثانية فما اشخاص يلزم محيطين بالشخص اللي مريض يخذ اللي عنده سلو الرئاتين خاطر هو كما قل لك اللي يعدي يلزم يخذ الدواء حتى كانوا مش مرضى مثلا الصغيرات اللي عمره بأقل الخمسة سنين ويفدا عنده شكون في العائلة عايش معاه ام وابو وخال وعم وعشين في نفس الدار مريض بالمرض سلو الرئاتين بينسيغ انثبتوا كيف مريض ولا حتى كانوا مش مريض يزم ياخذ الدواء حماية هذي حاجة برش ما يعفوه هاي كيف اللي عندهم فيروس السيداء ويعيش مع إنسان عنده مريض سلو الرئتين يزم ياخذ دواء حماية واهم حاجة باش بغيم ونقضي على المرض هذي هو المريض يزم يحترم مدة الدواء متاعه الدواء هذي نفتح قوسره صحيح نجم ونعرف احنا نجم قلق هذيك علش احنا كنحط المريض نعطيه الدواء متاع السل نبدي المراقبة تكون نفرمو لسيقة من الأول علش خاطر نعرف وفهم مخلفات ونقلوهم للمريضة جايك حكيك في لحمك جايك بقايا عينيك سخانة عندك ردين يعني يجا في ساعة عدي فهمت علش خاطر فهم عبد تتقلق توقف الدواء والريس انك يتوقف في الدواء وترجع تاخد انك تعمل غيكسيون ألغجيك فهمت ودواء اللي تشكل خطورة ينجم البلاكات يتيح وفصير نزيف ومضاعف الكبد المتاع وتتأثر وينجم هو يوقف وميرجعش ياخد وفي هكا التوقيف هذك يعاود يرجع لنا ونعاود 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 فهمة ريس كمتاع ريزيستانس تولي البكتيريا ما عادش تعمل لها حد شي وهذك والحالات العدد قاعد يتزيد بشوية بشوية حالات ريزيستانس ردوا بنا عن البروغرام نسيونال نحن متاعنا البرنامج الوطني المقاومة السل أثبت النجاعة والحمد لله من وقت تمت المنظمة العالمية للصحة ويجيونا دهنيا نبهروا بالبروغرام بتاعنا مزي المرض وباقي ردوا بنا تقسي المبكر واحترام تشخيص الحالات اللي تبدأ في المحيط انت على المريض حاجات مهمين نحترموهم باش نقاوموا المرض دكتورة في نهاية نقطة على الغذاء والاستهلاك للحليب ومشتقات وشنو تنصح الناس من يشريوا بالضبط وكيفش نستهلكو بطريقة الحليب شوف كي قبيلة حكيت على السلف الأبقار الحم خطبار عبادي يسألونا زيدا سويا الحل خطري فماش اسكد لنجم ونكلو ما فهم حتى مشكل باركنت الحليب كي يبدأ مغلي زيدا كيف كيف ما فهم حتى مشكل وإلا محاقب غليوهم فهم حتى مشكل مشكل في الحليب اللي مش مغلي هذك عليش كين برشا ناس بكون نحبو القوت وراي في تونس ما ناخدوهم من الأماكن المراقبة فهمت اللي نكونوا متأكدين أنه صار تعقيم من الحليب حتى اللي مش مغلي صار تعقيم متاع وهكيك بقدر تربي نجم ونستعملوه ما غير حال ما تنجم ونكلو القوت والراي من اللي جراند سيرفاس خاتذوكم معاقمين أما بيستخد من حليب مش متأكد من احترام تعقيم من الحليب ماذا بينا نتخذيوه شكرا لك دكتورة سونة معالج أستاذة من الأمراض الريئتين وكتبع عمل جمعية تونسي لأمراض الصدرية والحسنسية شكرا لك على حضرك بحضينا مشكورة على المعلومات لكل تنجم تشوفوا الفيديو هذه صوت وصوت نحن مازلنا مواصلين معاكم هذه ساعتنا الأولى من اسباح تونسي